السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم كيف ما طلبتو مني بزاف دي اللي بنا طلبوا مني باش نشارك معهم تجربة ديالي مع هاد الاسيد غليكوليك في دي بوخسون ديال AHA كل اللي شاركت معهم كل اللي كانوا سولوني علي وعطيتهم لي على الانستغرام فانا قلت غدا نعمم يعني نحاول ندير فيديوها كافة في يوتيوب وخارج شي خارج على ذلك الشي اللي ملفة نشارك معاكم ولكن ارى هاد نتيجة زوينة بزاف يعني من هكدا لان اخسل واحد يعني يتشير في خير ان شاء الله بإدني لان نربحوا شوية الحاسنة مهم هاد الاسيد غليكوليك في دي بوخسون ديال AHA كيف كتشوفو مكتوب علي افا بيلينج يعني تيدلك البيلينج بخفيف يعني انتي معا كيف كتشوفو كيف كتشوفو اللون ديال البشرة ديالك الحقيقي يعني كيف كتشوفو اللون ديال البشرة تتأكسيدة بحل تفاحم تتقطعها وتتخليها كتتتعرض لهاواء وتتعرضها يعني حتى البشرة نفس الشيء يعني مهم كيف تتطعوا تتطعوا فيتامين سي إلى أخير مهم دبان بقوا مركزين غير على هاد الاسيد غليكوليك اللي عندها لطاش في وجهها عندك ديطاش مثلا نخلاتهم لك كانفك مثلا الحبوب شحل هذه اللي عندها مثلا ديطاش ديل الحمل ولا لطاش ديل الشمس لان الشمس ركت يعني كتت لوجهكي واللي في ديتعش كتديري هاد في الأول انا كتقديرو كل نهار في الأول يعني داز شهر وانا دنقص كالي كتقديرو نهار ايه نهار لا ولكن ضروري 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 إلا تستعملي هذا خص كتقديري الواقي ديال الشمس ضروري كتتدري بومضا ديالالشمس ضروري ولا بده يعني الصباح تنوضيك تغسلي وجهك وتديري بمضادية الشمس مهم هذا اللاسيد هذا أنا تديره في الليل تديره في العشية واللي زعمني باش أنا في لول ما قدرتش نشاركه معاكم لأنك انتبقي ما جربتوش اللي زعمني أنا نشاركه معاكم هو أنه أنا البشرة ديالي النوع ديالها مختلطة ورقيقة عندي البشرة ديالي رقيقة بزفزفزف حساسة بلا قياس يعني أي حاجة تتأثر وبما أنه الحمد لله موقع لي حتى شي مشكل في الأول تبقى يحرق من بعد كتولي الفعلية ما سيبقى شي حرقك بزفزف كي يحرقها واحد شوية يعني مشي بزفزف مني الله كتديريه من بعد صافي المهم كي يوحد لك اللون ديال البشرة يعني كيفتح لك البشرة ماذا نقول لك كي يبيض لأنا ما كينش حاجة اللي كتبيض أبغي لما مشوتي حرقتي وجهك وقدرت شي حاجة اللي ديالسيد اللي قوين مهم كي يرجع لك اللون البشرة ديالك الحقيقي اللي تأثرت بالشمس بالهواء بالغبراي الاخيري هو ما بقتش عقل بش حشيته لك رح تعمل دياله بزفزف أنا هذا خديته غير من أغومازون قلبه في أغومازون غد تلقاه وغد تلقاه حتى المعلومات بالنسبة غد تلقاه المعلومات كل شي يتلقاه وكتر من هاتش اللي قلت لكم أنا هنا بقت ندير غير فيديو باختصار نشارك معكم التجربة التي كانت تزوين بثاف مهم الذي تزوين بثاف هو أن تشعر بأن البشرة ترطبق و ترطبق و ترطبق موحدة لأنه كانوا في يديتاش صغيرين يزالوا يعني كون ما شفتش النتيجة لا نشاركه معكم مهم انا كنت قلت احترخواتي داروه و ضغياء هما بدأوا يلاحظوا النتيجة ضغياء ضغياء شافوا النتيجة فمهم قلت نشاركه معكم حتى نتوما ان شاء الله تجربوه واللي جدا تشجعني هو أنه يقدر يوافق بجميع أنواع ديال البشرة طبيعة الحال ما تنسوش الأشياء الأخرى اللي كنت شاركتها معاكم وما زال لا بغيتون واحد المرة كنت شاركت معاكم الروتين اللي كان دير لان البشرة ديالك والجسم ديالك ونتي ما هتميتيش براسك ما كيش غادي هتم بيك يعني مليك تهتمي براسك كتحسي بوحد الراحة نفسية لذلك كنشجعكم أنكم ما تلهاوش معا يعني معا ذاك الشي ديال الدنيا ويعني مهم مشاغي الوليدات إلى أخيري وتنسي راسك يعني ته الجسم ديالك عندك عليه عنده حق عليك يعني وسبحان الله من عن الله يعني نفسية ديالك مني بمجرد أنك تدري غير الغاسول بمجرد أنك تبدأ يتخلطي واحد الحاجة وغدا تدريها الجسم ديالك الدماغ ديالك كيبدا يرتاح وكيبدا يحس بأنك يرى غدا تهتمي براسك وكتحتاج ترتاحي نفسيا ترجمة نانسي قنقر